خيل أجساد الأطفال سحقت الخيل جسد إمامكم الباقر ومثل ما وضعوا الأطفال في خربة وضعوا إمامكم الباقر في خربة كل هذا شافه إضافة إلى أنه عاش مع أبيه الذي كان لا يقدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع يعني قلب الإمام الباقر شنو كان مليئا بالمصائب العظام بالمصائب والنوائب وفوق كل ذلك تقول الرواية أوعز هشام إلى والي المدينة أن يسم إمامنا الباقر في سرج على فرس تقول الرواية نزل الإمام وضعوا السم على السرج شنو هذا السم القتال النافذ اللي تقول الرواية بمجرد أن جلس الإمام الباقر على سرجه حتى أحس بحرارة السم تجري في عروقه يجري في بدنه وصلت إلى أحشائه أحس كأنما السكاكين والمواسي تقطع معدته ألا هل من مناد وإمامه وسيدها كأني بإمامي الباقر مسجع على فراش المني يرفع فخذا ويضع أخرى يقوم متارة ويجلس أخرى واضعا يدًا على بطنه ويدًا على خاصرته وهو يأن أنينا يقطع القلوب ألا هل من مناد وإمامه أنا ما أدري يا جماعة ليالشلون واحد يقر المصيبة إذا قرأنا مصيبة أمير المؤمنين ننظر إلى آلاف الزوار يحومون حول ظريح علي يا علي إذا قرأنا مصيبة سيد الشهدات ترى الملايين تحوم حول قبة الحسن إذا قرأنا مصيبة إمام الكاظن ترى ذلك الزحف إلى غريب بغداد وإذا قرأنا مصيبة الرضا تجد خراسان تعج بالزائر الليلة الليلة ما أدري يا شيعة أكو واحد يعلق شمع على قبر إمامنا الباقر هم واحد يقعد يوجه بوجهه إلى الزهراء يقلها مأجورة يا فاطف الله يرحم الدمعة والعبرها ترى كلها مسجل عنده فاطفة كلها مسجلها إن شاء الله ما نطلع الليلة إلا حوائجنا مقضية بجاه هذه حرقة القلوب على إمامكم كأني بإمامنا الصادق عليه السلام جالس عند أبيه يمرضه يطببه وهو يبكي وينتحب مناديا وأبتا فتح الإمام الباقر عينه قال ولدي امسح دموعك ليش يا أبا ليش أمسح دموعي إشلون أمسح دموعي وأنت ستفارق الحياة نبقى بعدك في غربة قال ولدي أنا أفارق الدنيا مسجا على فراشي وأنت بجانبي ولدي ولدي إن كنت باكيا فبكي على جدك الحسين فإنه فارق الدنيا وشمر على صدره وهو ينادي وحق جديا عدشا الباقر ينادي والدمع يجري من العين خلي البتشة يمني ولا تصفج بليده كل البتشة ولجل الذي بالسيف شمر حزن أحرام أحسن ولجل الذي داست عليه الأعوجية خلي البتشة ولا تصفج بإيد على إيد لجل العليل اللي مشوا في رجله القيد ولجل الوديع لدخلوها مجلس يزيد وبعد الخدر صاحة وعلىها خارجية شيع موالين سلم إمامكم الباقر موارث النبوة والإمام إلى ولد وعند احتضار الموت يلا وجه قلبك وعند احتضار الموت توجه إلى القبل مدد رجلي وأسبل يدي غمض عيني قرأ شيئا من القرآن أطبق فاه وفاغت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما صحب رفيع الصوت وسيدا ضج أهل المدينة ضجة واحدة كل ينادي وإماما ما مضت إلا زاعة إلا وجنازة الإمام محمولة على الأعناق يلا وياي هذه أبيات تحفظوها شالوا الجنازة للبقي عشبوا الوسبا ومروا بتابوتا على مكسورة سمعوا ونينهم والبتول أبداخل القاع تنادي يا خلق الله انفطر قلبي بزفيرة جاء الإمام الصادق بجنازة أبي صلى على الجنازة شلون أوصف لك حالة الصادق كان حاسر الرأس حافي القدم قد فتح أزرار قميصه سلموا الجنازة أخذ جنازة الإمام وضعها في ملحودتها وضعه في اللحج يقول الرا ويقول فجأة اختفى عنا إمامنا الصادق وينه؟ مددنا رؤوسنا وإذا بالإمام الصادق متمدد على طول أبيه داخل القامر شم سوى الإمام ها؟ قد فتح أزرار الكفاين وضعف ماهو على خد أبيه منادياً أبى أبى في أمان الله احترق قلبك أشوف اعتلت أصوات البكاء أدري فيك حسيناوي تدري شنو أردقون الحسين معجون في قلبك ما تقدر تنسى أبو عليها سيدي يا زين العابدين لما أتيت إلى دفن أبيك الحسين ورد إلينا في النصوص في الروايات التاريخية يقولون بنو أسد نزل زين العابدين مع أبيه اللي وضع في الباريه تسد مقطع أيضاً غاب عن أنظارهم يقول الراوي مددنا على رؤوسنا شفنا زين العابدين متمدد على طول أبيه لكن وين مخلي فما؟ مخلي على خد الحسين ها الحسين راس جثة بلا راس قد وضع فمه على عظم النحر الشريف منادياً أبي أبي طوبى لأرض تضمنت جسدك أبي أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة ولم جميعوا صالبوه إلا انكسروا إلا انهشام حتى قطعت قلبه اللي استخرجها بالسغم ما بقى غير الكريم على الرمو يبرى الحرام ألفه نزل بقبرة وظل يشم بمنحرة كلمة الدعاء اللي بعدها اللي بعدها ما احترق قلبه وما جرت جموعة يسمع منها البيتين وأسألك الدعاء والله يخضي حوائجكم ويعودنا وياكم لما هم زين العابدين أن يخرج من قبر أبي ها قلب ما يطعو عزين العابدين عين على أبو ورجل يريد يطلع هبر يريد يطلع من القبر بينما هو كذلك وإذا به يسمع صوتا من النحر الشريف ولدي عليه والسدر ضيعي على صدري على صدري يلا وياي بو يا بو يا طف الحطة على صدري آها حط على صدري وبرفج يا علي وبرفج حط نحر على نحري لأن الرضيحة مستخرجوه وقطعوا رأسه وبرفج حط نحر على نحري في الأن وبرفج حط نحر على صدري وبرفج حط نحر على نحر hub وبرفج حط نحر TC يا ميتان ترك الألباب حائرة اللهم صل على محمد وآلما